بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا سلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم ورحمة الله وبركاته نلتقيكم في هذه الحلقة الخاصة المباشرة والأول مرة من جنوب لبنان للحديث عما يرتبط بهذا البرنامج برنامج أئمة الهدى بعد أن أكملنا وإياكم عشر سنوات في حديثنا حول هذا الموضوع في واقع الحال لو أردنا أن نتحدث كخلاصة عما تناولنا في هذا البرنامج ونحن اليوم في الحلقة أربعمائة وأربعين منه للاحظنا أن موضوعنا طوال هذه المدة التي تجاوزت عشر سنوات إذ كانت البداية في هذا البرنامج يوم خمسة وعشرين أربعة لألفين واثناش الذي صادف ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام في الثالث من جماد الثانية سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثة طوال هذه الفترة ولا يزال كان حديثنا عن آية واحدة من كتاب الله تعالى ربما يقول قائل وكيف الحديث عن آية واحدة طوال هذه المدة أقول لا زلنا في البداية كيف لا وكتاب الله العظيم عندما نريد أن نتحدث عنه والله تعالى قد أمرنا بقوله أفلا يتدبرون القرآن يشير في آيتين في كتاب الله الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم هذه في آية وآية أخرى تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لذا أستطيع القول أنه مهما تحدثنا عن كتاب الله تعالى فهو قليل ولا يمكن أن نصل إلى أعماق الأعماق التي تشير إليها آيات الكتاب الكريم كيف لا وموضوع بحثنا أستطيع أن أقول عنه يرتبط بآية هي من أهم الآيات في كتاب الله الكريم من أي ناحية بحيث أنها تتناول عندما نتأمل في خصوصية هذه الآية نجد أنها تتناول منهج حياة المسلمين وعندما نقول منهج حياة المسلمين ليس من ناحية واحدة فحسب من ناحية العقائدية من ناحية الفكرية من ناحية الثقافية من ناحية الاجتماعية من ناحية السياسية كل ما يرتبط بحياة المسلمين يتعلق بهذه الآية التي رسمت لنا مسارا رسمت للأمة مسارا كيف عليهم أن يسيروا في هذه الحياة الآن الأهمية بالموضوع السؤال الذي يطرح أن ما رسم في كتاب الله تعالى لهذه الأمة من خلال هذه الآية هل أن الأمة استجابت لذاك المنهج الذي رسمته السماء أم أنها ابتعدت عن ذلك هذا بالإحاظة المحور العام وإذا أردنا أن ندخل في تفاصيل ما نتحدث عنه لنتعرف على أهمية هذا الجانب الذي نشير إليه أقول إن موضوع حديثنا هو الآية 59 من سورة النساء الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عندما تتحدث هذه الآية عن الطاعة عن أمر بالطاعة موجه للعباد والطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر أليس في ذلك منهج حياة وبيان منهج حياة من جميع النواحي التي أشرت إليها من الناحية الفكرية والعقائدية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك هذا من هنا تظهر لنا أهمية مدلول هذه الآية وما يرتبط فيها هنا نستطيع القول ونعيد طرح السؤال هل استجابت الأمة لهذا الأمر الإلهي؟ الأمر الإلهي ربط ثلاث عنوين معا قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم والأمر وفعل الأمر يدل على الوجوب كما هو معروف عندما نشاهد أن الأمة قد ابتعدت عن الاستجابة للأمر الإلهي ونتج عن ذلك اختلافها في كثير من شؤون حياتها وأساس اختلافها في فهمها وتحديدها ومعرفتها بالعنوان الثالث الذي قرنا مع الأول والثاني ألا وهو أولي الأمر أطيع الله ربما لا يختلف أحد من المسلمين مع أحد بالقول أننا نؤمن بالإله الواحد لا يختلف أحد مع أحد من أننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خاتم الأنبياء لا يجد على ذلك يا خلاف ولكن الكلام حول العنصر الثالث العنصر الثالث ألا وهو أولو الأمر من هم أولو الأمر هنا حصل الاختلاف وعندما اختلفت الأمة على فهمها وتحديدها وتشخيصها لأولي الأمر وقعت في سلوكها بالافتراق والاختلاف والابتعاد وبالتالي لم تحقق الغرض الذي أرادته منها السماء من خلال التزامها بما أمر الله تعالى به هذا الاختلاف أوصلنا إلى حالة نجد فيه أن الأمة شرقت وغربت وتباعدت وتقاتلت ولا تزال تعيش حالة الفرقة حتى يومنا الحاضر منذ ذاك الوقت وهذا يذكرنا بما حصل مع بني إسرائيل لأن الذي يختلف الذي يتخلف عن طاعة الله تعالى سيلقى جزاء في الدنيا قبل الآخرة في بني إسرائيل وقصة التيه التي ذكرها القرآن الكريم قلنا ادخلوا الباب قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبني إسرائيل ماذا فعلوا تخلفوا عن أمر الله وعندما تخلفوا عن أمر الله حكم عليهم بالتيه أربعين سنة مخالفة أمر الله تعالى بأمر واحد ادخلوا الباب مخالفتهم بأمر واحد نتج عنها عقوبة أربعين سنة أن يعيشوا في التيه فما بالك فيما لو كانت المخالفة لأمر الله تعالى متواصلة مستمرة كثيرة فكم سيكون التيه وكم سيكون الابتعاد وكم سيكون الانحراف هذه الأمة التي جعلت والتي أرادها الله تعالى أن تكون خير أمة أخرجت للناس عندما تخالف أمر الله تعالى فمعنى ذلك أنها ستدفع ثمنا من خلال ما هي عليه من خلال سلوكها ومن خلال ما تقوم به ومن خلال ما تتعرض له في حياتها هذا واقع أمتنا فكيف إذا كانت مصرة على الاختيار لذا لأهمية هذا الموضوع ولأهمية هذه الآية كان بحثنا المتواصل بالأدلة العلمية التي لا يمكن أن ينكرها منكر الأدلة العلمية الشرعية والعقلية وغير ذلك مما يستدل به على محاولتنا لتشخيص نقطة الخلل فيما هي عليه الأمة لكي نقول أن المقصود بأولي الأمر هم أناس معينون وليس كما يمكن أن يتوهم البعض من أن أولي الأمر كما فسرت عند الكثيرين واختلفوا عليها لأننا نلاحظ من خلال فهمنا لهذه الآية ومن خلال التأمل بهذه الآية نجد أن الأمة كما أسلفت اختلفت على تحديد المصداق الثالث فلو أنها تتفق عليه لما حصل اختلاف مطلقا ولا استقامة الأمور ولذا أردنا وحاولنا ونسعى ولا نزال في بحثنا لكي نضع النقاط على الحروف من خلال الاستدلال على ما يمكن أن يكون هو المقصود بما يقطع الشك باليقين بحيث لا يبقى مجال لهذا الاختلاف عند الأمة فيما هي فيه لهذا السبب كانت بداية حديثنا حول هذه الآية التي تقول أطيع الله ناقشنا هذا الموضوع بعد أن استعرضنا جميع الآيات التي وردت في كتاب الله تعالى والتي تأمر بالطاعة ونجدها جميعا تقرن بين طاعة الله وطاعة الرسول وتبين لنا الآثار المترتبة على الطاعة وبنفس الوقت الآثار السلبية على عدم الطاعة وهذه ناقشناها بعدد من الحلقات هذه المناقشة لفهم الطاعة أوصلتنا كمقدمة للحديث عن هذه الآية التي أشرت إلى أنها مورد بحثنا التي أضافت عنصرا ثالثا قرنت طاعته بطاعة الله وطاعة رسوله وهذا جعلنا أن نتوسع بالبحث أنه عندما يكون هناك أمر والأمر يستفاد منه الوجوب أمر بطاعة الله وأمر بطاعة الرسول وأمر بطاعة أولي الأمر فلابد من أن يكون هذا الطرف الثالث الذي هم أولي الأمر لهم صفات تؤهلهم لكي تكون طاعتهم بمستوى طاعة رسول الله التي هي طاعة لله تعالى فإذا لم يكونوا بهذا المستوى وكانوا عرضة لكي تكون أعمالهم فيها أخطاء فيها انحرافات وفيها غير ذلك معنى ذلك أن الله تعالى وحشل وتعالى يغرر بعبيده فيأمرهم بطاعة أناس لا توجد عندهم تلك الصفات والمؤهلات التي تجعل طاعتهم مقرونة بطاعة الله وطاعة رسوله وهنا طرحنا سؤالا من هم هؤلاء أولي الأمر الذين تحدثت عنهم الآية الكريمة هل يا ترى أنهم كل من وصل إلى السلطة لأننا ما نشاهد في زماننا وفي الأزمنة السابقة أن من يتولى زمام الأمور الدنيوية وغيرها يعتبر نفسه من أولي الأمر فهل كل من استلم السلطة صار من أولي الأمر هل من ورث سلطة عن أبيه عن جده صار من أولي الأمر هل من دس الدسائس ليستلم الحكم كما نعرف بالتاريخ المؤلم هو من أولي الأمر هل الذي ارتكب الجرائم بحق المسلمين وانتهك أعراض المسلمين نقول عنه أنه من أولي الأمر وأن الله تعالى قرن طاعته بطاعة رسوله هل أن من سفك الدم الحرام عبر محطات التاريخ المؤلمة منذ العصر الأول وإلى زماننا هل نستطيع أن نقول عنهم أنهم من أولي الأمر هل يعقل هذا بأي منطق عقلي أو شرعي أو قانوني أم لا بد من أن يكون المقصود من أولي الأمر أناس يتصفون بأنهم من أفضل الخلق وأعدل الخلق وأنزه الخلق وأعرف الخلق تماما عندما نتحدث عن الأنبياء النبي يجب أن يكون في أعلى صور الكمال بين البشر ليكون نبيا فلو كان هناك إنسان أكمل منه لما صح أن يكون هذا نبي على من هو أكمل منه وبالتالي عندما يقرن أولو الأمر وتكون طاعتهم مقرونة بطاعة الله ورسوله فلا بد من أن يكون هؤلاء ذو صفة تؤهلهم لكي تكون طاعتهم مقرونة بطاعة الله ورسوله هل يمكن أن نخرج عن هذا الفهم كلامي مجرد وجهه لجميع المسلمين هذا ما نقشناه في عدد من الحلقات بشكل مفصل وانتقلنا بعد ذلك لطرح سؤال من هم هؤلاء الذين يجب أن يكونوا مصداقا لأولي الأمر ويتصفون بتلك الصفات من هم ما هي أسماؤهم ما هي علاماتهم لأننا عندما تحدثنا أطيع الله أطيع الرسول كلمة الرسول ليس فيها اسم ولكن عندنا قراء من آيات الله تعالى تدلنا على أنه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب هل هناك من قراء تدلنا على المقصودين بأولي الأمر لأنه هل يعقل هنا نطرح سؤالا وطرحناه ناقشناه هل يعقل كما قلنا أنه لا يعقل أن يأمرنا الله تعالى بإطاعة أناس غير مؤهلين ما استطيع أن نقول بما أن الله تعالى وهو أحكم الحاكمين لا بد من أن يأمرنا بإطاعة أناس معلومين ولا يمكن أن يأمرنا بإطاعة أناس مجهولين لأنه عندما يريد أن يحاسبنا ولم يعطنا الأدلة والقراء لنعرفهم ويقول لماذا لم تطيعوا إلى الأمر فإذا قلنا له لا نعرفهم لم تعرفنا بهم فهل يمكن ذلك أن يحتج علينا؟ بالطبع لا يمكن ذلك فإذا لا بد من أن يكون أولئك قد عرفوا لنا من خلال ما أراده الله تعالى ولذا عندما نصل إلى هذه النتيجة وبعد هذا البحث وإدراكنا لوجود عنصر ثالث تجب طاعته مع هؤلاء ذهبنا للبحث بأقوال المفسرين المسلمين تعالوا سبب هذا الاختلاف بين الأمة على تشخيص أولي الأمر ما هو؟ ماذا وجدنا؟ وجدنا أن إخواننا من أتباع المذاهب الإسلامية مدرسة الصحابة اختلفوا في تحديد من هم أولو الأمر كانت لهم ثمان آراء ثمان تفاسير ثمان آراء اختلفوا عليها كل يقول هذا منهم من قال أنهم الأمراء والحكام يعني أي واحد يصل إلى السلطة إلى الحكم يكون حاكما فهو من الأولي الأمر عليكم طاعته وهذا ناقشناه أنه أمر غريب عجيب منهم من قال أنهم ممثلوا طبقات الأمة حكام قادة وأصحاب مناصب وهذا أول الكلام من الذي يجمع وهل هؤلاء يجتمعون على شيء لكي يطاعوا مثل ما يقولون بمصطلحنا اليوم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وغير ذلك أصحاب النفوذ المالي الاقتصادي على أي قاعدة نعتبر طاعة هؤلاء هي طاعة الله ورسوله كذلك تفسير ثالث رأى أن المقصود هم قادة معنويون وفكريون ومطلقة دون تحديد وبالتالي كيف لنا أن نأخذ بأقوال أناس تتعارض وتتضارب وتختلف أقوالهم وآراءهم وبالتالي سنقع في نفس الإشكالية هي طلعا التفسير ناقشناها التفسير الرابع الذي يضيق الدائرة ويعتبر أن المقصود من أولي الأمر هم الخلفاء الراشدون هذا التفسير هو الذي أخذ الحيزة الأكبر من برنامجنا لحد الآن ولا نزال في بحثنا حول هذا التفسير لأنه هو الأذيق لأننا إذا أردنا أن نلحظ التفسير الخامس والسادس والسابع والثامن نجد أن البعض منهم اعتبره أنه صحابة الرسول البعض منهم اعتبروا أنه أمراء السرايا المقاتلون في زمن الرسول أو المقاتلون العسكر في شتى الظروف أو العلماء الذين يفتون وهكذا أخذنا حيزاً ومجالاً للبحث حول هذا التفسير الرابع لأنه هو الأساس الأساس من أي ناحية لأنه هو الذي يضيق الدائرة يعني حصر ذلك بأربعة أفراد الذين يطلق عليهم تسمية الخلفاء الراشدون الذين تولوا الخلافة والسلطة بعد رحيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخليفة الأول أبو بكر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الخليفة الثالث عثمان بن عفان الخليفة الرابع ضمن التسمية العامة التي تطلق عليهم علي بن أبي طالب هذا التفسير الضيق لهذه المسألة طبعا مقابل هذه الآراء أو التفاسير الثمانية التي يقول بها أتباع مدرسة الصحابة أتباع المذهب الإسلامية هناك تفسير يخالفهم جميعا وقد أجمع عليه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام لهم تفسيرهم الخاص الذي يعتمد على الأدلة ويرى أن المقصود من أولي الأمر في الآية التي أمر الله تعالى الناس بطاعتهم وطاعة الرسول بع طاعة الله هم من نسميهم أئمة الهدى قبل أن نصل إلى مورد الاستدلال على ذلك لا نزال كما أسلفت في نقاشنا لمقولة أن المقصود هم أتباع المذاهب أدنى أن المقصود كما يقول أتباع المذاهب الإسلامية هم الخلفاء الأربع طيب، بدأنا ببحث مفصل فيما يتعلق بالخليفة الأول طرحنا سؤالا وخصنا في بحث مفصل بعدد من الحلقات أكثر من خمسين حلقة حول أن الخليفة الأول هل يمكن أن يكون من أولي الأمر؟ ليكون مصداقاً لهذه الآية لهذه الآية الكريمة التي نتحدث عنها؟ من خلال بحثنا كانت لدينا مجموعة من القواعد العلمية التي تأصلت اعتماداً حتى على ما يقوله أتباع المذاهب الإسلامية البارز في ذلك أبرز قاعدة وقلنا أننا نتبنى ما يقوله في هذا الشق هو كبير المفسرين عند إخواننا من أتباع المذاهب الإسلامية الفخر الرازي الفخر الرازي في بحثه حول هذه الآية يناقشها من نقاش موسع ومفصل ولكن مورد الاستدلال الذي نتحدث عنه ما قاله الفخر الرازي أنه لا بد وأن يكون المقصود من أولي الأمر معصوماً معصوماً عن الخطأ لأنه لا يمكن لله تعالى أن يأمر بطاعة إنسان غير معصوم لأن فيه تغريراً بالناس وهذا لا يمكن على الباري الحكيم عز وجل وقلنا نحن نتبنى هذا الكلام الذي قاله الفخر الرازي لنعتبره قاعدة وأساساً في البحث ولنعرف إلى أين نصل قبل أن نصل في نهاية بحثنا إذا أعطانا الله عمراً لنصل إلى بيان خصوصية أمية الهدى عليه السلام فإذاً لا بد من أن يكون معصوماً بحثنا بمؤهلات الخليفة الأول من لحظة إسلامه من لحظة كونه مع النبي في رحلته كما يقال من المراحل التي كانت مما حصل مما حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر تلك المرحلة ووصلنا إلى نتيجة أنه ليس من أولي الأمر وفق القواعد التي قررها الفخر الرازي هذا ما يرتبط بالنتيجة العلمية التي توصلنا إليها حول بحثنا بالفرد الأول من مصادق الخلفاء الراشدين ماذا حصل معنا في بحثنا عن البقية؟ هذا ما سنتحدث عنه أعزائي بعد فاصل قصير فانتظرونا من؟ من؟ من مبلغ عن مقام الآل من صدقوا؟ جد السلالة إذ من سرهم بثقوا هم الهداة لغير الخير ما سلكوا في كل عصر لنا من سرهم عبقوا أهل النبي وأهل الله أخلصهم بالمكرمات فعز الغصن والورق لله عاشوا وحب الله قد قصدوا ويشهد الليل والأسحار والغسق بلغ عدوا سعى في كرههم تعسا قد كان قبلك من في قلبه الحرق من يكره الآل لم ينعم بمنزلة عند الإله وقد تاهت به الطرق لكنه البحر ما ضرته غاشية من حارب البحر يطوي عمره الغرق صلى الإله وعلى من منه أنجمهم هم النجوم هم النجوم وطاها الكون والأفق هم النجوم وطاها الكون والأفق تحية يا طيبة عزائي المشاهدين نعود إليكم بعد هذا الفاصل حديثنا وإياكم في هذه الحلقة الخاصة المباشرة التي نتناول فيها موضوع برنامجنا المتواصل منذ أكثر من عشر سنوات برنامج أئمة الهدى وموضوعه الآية الكريمة في كتاب الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم محور كل هذا البحث المتواصل البحث العلمي والقرآني والعقلي من هم أولو الأمر فإذا فهمنا وأدركنا وتعرفنا واستدلينا على من هم أولو الأمر انحلت الإشكالية الكبرى التي وقعت فيها الأمة باختلافها على تحديد هذا المصدق قبل الفاصل بينا مجموعة من الآراء التي يقوله إخواننا من أتباع المذاهب الإسلامية والتي ناقشناها مفصلا بعدد كبير من الحلقات ووصلنا إلى نتيجة أن الخليفة الأول ضمن المقياس العلمي الذي حدده الفخر الرازي من أن المقصود من أولي الأمر لا بد من أن يكون معصوما لا تنطبق على الخليفة الأول أبي بكر وبالتالي فيكون قد خرج من هذا التصنيف ضمن هذا الدليل العلمي لماذا؟ لأنه لم يكن الأعلم لأنه حصلت منه مجموعة من الأمور التي خالف فيها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعرب عن ندمه قال وليتكم ولست بخيركم إلى آخر ذاك البحث الذي نشر إله بإجازة بعد أن أنهينا بحثنا عن ما يرتبط بالخليفة الأول كان نقاشنا وبحثنا العلمي عن الخليفة الثاني قلنا هل أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من أولي الأمر؟ فاعتمدنا نفس المقياس العلمي في بحثنا عما يتعلق بالخليفة الأول بحثناه حول الخليفة الثاني وهذا أخذ منا أكثر من مئة حلقة بحيث تناولنا كل المراحل التي كانت في حياة الخليفة الثاني من قبل إسلامه ثم أعدائه للإسلام ثم إسلامي ثم ما حصل في مراحل حياته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم في مواقفه ثم في دوره في مخالفة الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حصل في صقيفة بني ساعدة أصولا إلى سلسلة من التشريعات وهنا بيت القصيد كان في كثير من الحلقات الذي يخرج المصادق بعد أن قررنا أنه لا بد من أن يكون الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وآله الأمر يكون على نهج واحد شاهدنا كثيرا من الأوامر والتشريعات التي سنها الخليفة الثاني مقابل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي لو كان الأمر الإلهي موجها لنا وينطبق على الخليفة الثاني فماذا نفعل؟ عندما يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإذا قلنا أن الأولي الأمر هو الخليفة الثاني ونجد أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأشياء فنعرف أن طاعة الرسول هي طاعة الله طاعة الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ولكن نجد أن الرسول أمر بأشياء وأمر الخليفة بعكسها بما يناقضها بما يخالفها فبرأي من نأخذ إذا أخذنا برأي رسول الله معنى ذلك أننا خالفنا رأي الخليفة الثاني وبالتالي لا يمكن أن يكون من أولي الأمر بحيث نكون مأمورين فيه وإذا أخذنا برأي الخليفة الثاني نكون قد خالفنا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي نكون خالفنا أمر الله تعالى فهذه إشكالية كبيرة اتضحت أمامنا من خلال البحث المطول الذي تناولنا فيه مرحلة خلافة الخليفة الثاني من قبل إسلامي ثم إلى إلى آخر محطة عندما أوصى بما سمي بالشورى وهي في واقع الحال وصية لعثمان بن عفان وليست شورى حقيقية وناقشناها بشكل مفصل والنتيجة التي توصلنا إليها أيضا ضمن هذا البحث العلمي المطول وفق قاعدة الفخر الرازي أن الخليفة الثاني لا يمكن أن يكون معصوما ليس معصوما لارتكاب مجموعة من الأخطاء والتي أقر فيها وكل النساء أفقه منك يا عمر إلى آخر ما هو موارد عن في جميع مصادر المسلمين فمعنى ذلك أنه ليس معصوما وإذا لم يكن معصوما فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون من أولي الأمر وفق القاعدة العلمية التي أقرها الفخر الرازي هذا ما وصلنا إليه طوال فترة طويلة وخاصة عندما نشاهد أنه في تلك المرحلة كان هناك مواقف سلبية صدرت من الخليفة الرابع تجاهه عندما قال له أحلب حلبا لك شطره إلى آخر ذلك طيب بعد ذلك انتقلنا إلى ما يتعلق بشخصية الخليفة الثالث مين؟ عثمان بن عفان البحث في شخصية عثمان بن عفان كان محدودا لأن معظم ما أردنا الحديث عنه سبق وتناولنا في حديثنا عن الخليفة الأول والخليفة الثانية وكان واضحا ما حصل من سلوكيات من الخليفة الثالث بحيث أن المسلمين ثاروا عليه أم المؤمنين حرضت عليه أم المؤمنين عائشة قالت شبهته بيهودي فقالت اقتلوا نعثلا فقد كفر عدد من الصحابة شاركوا في خطلي المهم أن ما يرتبط بالخليفة الثالث عثمان بن عفان أيضا ينطبق عليه ما حصل مع الأول والثاني من أنه ليس معصوما من أنه ارتكب أخطاء من أنه حتى المسلمين ثاروا عليه وقاتلوه إلى آخر ما يتعلق في سلوكياته التي أدت إلى مقتله وتركه لأيام دون أن يسمح بدفنه في مقبرة المسلمين بحيث دفن في مقبرة اليهود في البقيع وبعد أن دفن في مقبرة اليهود في البقيع الشيكوكاب أو الشيكوكاب أضيفت فيما بعد إلى جنة البقيع هذا ما حصل إذن من خلال البحث الذي أخذ معنا عددا من الحلقات وصل إلى حدود 200 حلقة من بداية البرنامج وصلنا إلى نتيجة أن الخليفة الأول والثاني والثالث لا يمكن أن يكونوا مصداق الآية وفق ما قاله الفخر الرازي بقي عندنا بحث بشخصية الرابع وفق التسمية التي تطلق على الخلفاء الراشدين الرابع هو علي بن أبي طالب عليه السلام بحثنا لا يزال في أكثر من 200 حلقة يتناول محاولة معرفة مؤهلات وصفات علي بن أبي طالب عليه السلام وفق نفس الميزان العلمي الذي ناقشنا فيه مؤهلات وصفات خليفة الأول والثاني والثالث وبالتالي هل نريد أن نصل إلى نتيجة هل أن ما انطبق على الثلاثة من صفات منعتهم من أن يكونوا معصومين وبالتالي من أن يكونوا من أولي الأمر هل تنطبق على علي عليه السلام أم أن هناك أمرا آخر في حياة علي وسلوك علي هنا أود أن أستعرض في عجالة بعض العناوين التي ناقشناها في شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام مرت معنا الإشارة بأحد الحلقات علي وآية النجوة التي لم تنطبق إلا على علي عليه السلام طبعا هناك عناوين مهمة في سيرة حياتي علي عليه السلام طبعا أنا اختصارا للوقت لم أستعرض مجمل ما ناقشناه من محطات تتعلق بسيرة الخلفاء الثلاث لنقف وإياكم بشيء من التفصيل حول سيرة علي عليه السلام طبعا البداية كانت من أمر استثنائي أمر استثنائي لم يحصل مع أحد ولم يحصل مع أحد فيما بعد ما هو الحدث الاستثنائي ولادة علي عليه السلام في الكعبة على ماذا تدل ماذا رافقها في الكعبة تحدثنا عنه مفصلا وتحدثنا عن مدى إيمان أمه فاطمة بنت أسد وكلامها التي نطقت به بعد أن خرجت من بيت الله الحرام فإذا أول محطة كانت ولادته في الكعبة وهذه مكرمة ليس لها مثيل اثنين الأمر الثاني كانت تربيته في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طفولته كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة فلنا أن نتصور هذا الطفل الذي ولد في الكعبة وهو طفل تربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يكن عنده أي من الأولاد في ذلك الوقت هذه محطة طيب نأتي إلى محطة ثانية ثالثة رابعة السلسلة طويلة نأتي إلى محطة ما هي عندما عندما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثته كان علي عليه السلام أول من آمن به من الرجال بعد زوجته خديجة أيضا هذه خصوصية لم نجدها عند أحد غير عليه عليه السلام المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي معه وفي بيته بعد أن أعلن البعثة وبقي ثلاثة عشر سنة في مكة يكابد ويعاني ودور علي معه منذ أن كان صغيرا إلى أن صار فتن يافعا لا نجد نقطة سوداء نقطة سلبية على الإطلاق وكيف؟ بل نستذكر أن أول من دعاه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإيمان وأنذر عشيرتك الأقربين وعندما جمع أهل بيته وأقربائه من بني هاشم وبني عبد المطلب لم يجبه منهم إلا علي بن أبي طالب عليه السلام فهذه تدلل على ماذا؟ تدلل على تلك المكانة الرفيعة لعليه بعد عندما قرر الهجرة عندما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة من الذي أخذ دور المحام والمدافع والمساعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي يتمكن من الخروج ولا تمسك به قريش؟ مبيته على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه من الأمور الثابتة طيب ذهبنا بعد ذلك في أكثر من ثلاثين إلى أربعين حلقة اتحدثنا فيها عن علي عليه السلام في القرآن مما ورد بحق علي عليه السلام في القرآن الكريم كيف؟ ورد عندنا نصوص وأبرزها ما ورد عن حبر الأمة ابن عباس حبر الأمة ابن عباس ذكر أنه وحد من المصفات بعلي عليه السلام أن هناك ثلاثمائة آية في كتاب الله فسرت أو يقصد منها علي بن أبي طالب عليه السلام إما هو بمفرده أو من معه من أئمة الهدى وأهل بيته هذا كلام ابن عباس واعتمدنا في ذلك ليس على كل ما ينقل على ثلاثة من أقدم التفاسير وليسوا من أتباع مدرسة أهل البيت اللي هن تفسير الحبري وفرات الكوفي وأبرزهم الثالث الحاكم الحسكاني وبينا شخصية هؤلاء ورحنا نبحث في تلك الآيات آية آية في تفسير ظاهر أو تفسير باطن أو في دلالة معينة حول علاقتها بعلي بن أبي طالب عليه السلام وبالتالي كان لدينا هناك مجموعة من الحلقات تناولناه منها مثلا الذي أخذ منا بحثا مطولا آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا التي أجمعت الأمة على أنها بحق علي بن أبي طالب عليه السلام وكذلك انتقلنا في البحث من آية الولاية إلى غيرها إلى صور ما ورد في صورة المائدة في آية التبليغ بلغ ما أنزل إليك من ربك في صورة الأعراف الأنفال التوبي إلى آخر تلك سلسلة الصور وسرنا من صورة إلى صورة التي ورد فيها تفسير لآيات بحق علي عليه السلام من صورة يونس هود يوسف إبراهيم الحجر النحل إلى آخر ذلك إلى صورة الأنبياء إلى غيرها إلى صورة النور إلى صورة العنكبوت وآخر ما وصلنا إليه مؤخرا وأنجزناه في الحلقة الماضية كان ما ورد بحق علي بن أبي طالب في صورة الأحزاب الذي أخذ البحث مننا فيها خمستعشر حلقة هذا برنامج بحثنا لحد الآن فلا نزال في بحثنا لشخصية علي عليه السلام وبيان ما ورد بحقي في القرآن الكريم لحد الآن النتيجة نقول لحد الآن لماذا أقول لحد الآن؟ لأننا من باب الإنصاف أن نستمر بالبحث العلمي وفق ما ناقشنا فيه بقية الخلفاء لحد الآن نجد وقلت أكثر من 200 حلقة صنعا نتحدثنا فيها عن علي عليه السلام لحد الآن نجد أن كل المؤهلات في علي عليه السلام تجعله هو المؤهل الوحيد لم يسجل عليه خطأ ولا خطيئة على الإطلاق وطبعا إن شاء الله نوفق إلى بقية ما يرتبط بهذا الموضوع أعزائي نحن طبعا في هذه الحلقة المباشرة التي أسلفت الأولى إن شاء الله التي تتواصل على هذا النهج هناك أسئلة تريد إن شاء الله في الحلقات القادمة نأخذ الأسئلة مباشرة في عندنا سؤال كان قد ورد إلينا عبر رقم الواتس أب الذي يظهر أسفل الشاشة لم نتمكن الآن من عرض التسجيل الصوتي ورد من الدكتور أبو يزن الكربلاء من كربلاء موضوع سؤاله عن عبارة وردت في زيارة الجامعة الكبيرة تقول وميراث النبوة عندكم فالدكتور أبو يزن طرح ثلاث أسئلة حول هذه العبارة هل النبوة ميراث ما هو هذا الميراث والدليل القرآني على ذلك ما بعرف كم دقيقة بعد معنا حتى نتمكن قدر المستطاع من الإجابة على ذلك طيب أخنا العزيز دكتور أبو يزن خلينا نوضح مسألة في البداية كلمة الميراث سألنا سؤالك هل النبوة ميراث استنياداً لعبارة ميراث النبوة عندكم كلمة الميراث لها معنى لغوي وفي المصطلح الشرعي ليس لها معنى خاص غير المعنى اللغوي ولكن ما نود أن نلفت النظر إليه أن المعنى اللغوي لكلمة الميراث والإرد بشكل خاص هو أوسع مما يتبادر إلى الذهن لأن ما يتبادر إلى الذهن عند الناس أنه عندما تقول الإرد يتبادر إلى الذهن ما يرثه الإنسان من أموال ومتاع ممن سبقه من أقربائه من ممات نقول هذه واحدة من استعمالات كلمة الإرد كلمة الإرد نستطيع أن نختصرها بكلمة جامعة وكل المعاني متفرعة منها يدور معناها اللغوي حول كلمة البقية يعني كلمة البقية هي المعنى الأساس لكلمة الإرث وبالتالي في مورد التطبيق لها عدة استعمالات واحدة منها يقصد من الإرث ما يتركه الميت لورثته من متاع وأموال وغيرها وتقسم على الورثة ويطلق على هذا الصنف يقال التركة تسمى الإرث وتسمى التركة وتهرة تستعمل كلمة الإرث على ما ينتقل ما يبقى قلت أنه كله يعود إلى معنى البقاء ما يرثه الناس من أسلافهم من حضارات متجددة فنقول ورثوا هؤلاء من آبائهم من أسلافهم ومن الحضارة الفلانية والحضارة الفلانية عندما نتحدث عن هذه الجوانب التاريخية وبمعنى آخر يقال عنها أنها بقية الشيء ما يبقى يقال عنه إرث ويرتبط بالإرث القديم وغير ذلك نأتي إلى مشتقات هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى من صفاته ومن أسماء الحسنى أنه الوارث فمعنى ذلك أن كلمة الوارث هنا ليست بالمعنى الدقيق الذي نستعمله الوارث الذي يرث من الأموات تأخذنا إلى المعنى الذي يدلنا على البقاء والبقية عندما قال مثلا نذكر عددا من الآيات وإن لنحن وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون هذه الشياق للآية القرآنية أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوز وبالتالي وبالتالي نجد أن استعمال هذه الآية ورد في سياقات مختلفة عندما تقول يارثني ويرث من آل يعقوب إذن هناك معنى لغوي متعدد الاستعمالات لكلمة الوارث والآيات القرآنية وردت بأكثر من معنى نأتي إلى محور السؤال ميراث النبوة عندكم المقصود منه أهمة الهدى عليه السلام ميراث النبوة عندكم يعني دور النبوة طبعا هنا في مورد تفسيرها تحمل الشقين تحمل معنيين يعني ينطبق عليها المعنيين في أن واحد من جانب هي ميراث النبوة التي تعني دور الأنبياء في هذه الحياة ومن جانب آخر تعني مخطص به الأنبياء مما يورث لأئمة الهدى من بعدهم تماما كما ورد في حديث الآية القرآنية التي تتحدث عن التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فجمع فيها الأمران ما يقصد بهذه الآية ميراث النبوة دور النبوة دور النبوة ينتقل بحيث يبقى لأن بخاتم الأنبياء انتهت وجود الأنبياء المباشرين دور الأنبياء يبقى مع من أنتم أئمة الهدى ولذا ما نقوله في الزيارة للإمام الحسين عليه السلام يا وارث آدم وارث نوح وارث إبراهيم من جانب آخر هناك إرث مادي الإرث المادي ما هو الذي له خصوصية بموضوع الدعوة والدور الإلهي عندما نتحدث مثلا عن ما أشار إليه التابوت عندما نتحدث عن عصى موسى عندما نتحدث عن إرث مادي سيكون مع قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف ليدلل من خلال إبرازه على مكانته ودوره فيما هو فيه بحيث يستطيع أن يثبت مكانه وهذا الدور وهذه المورثات كانت مع آئمة الهدى وستصل إلى بقية الله الأعظم أرواح نافدة وتذكرنا عزائي من حلقة أو حلقتين جاءنا السؤال وتحدثنا عما يكون مع مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه من الراية الراية راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي راية تلك الراية التي صنعت من الورق الجنة والتي حملها أو حملت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وسلم مرة واحدة في معركة بدر وحملت في عهد علي عليه السلام مرة واحدة في معركة الجمل وستحمل عند قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يأذن الله تعالى له ويتحقق بظهور الوعد الإلهي إذن نستطيع أن نختصر كل الكلام بأن هذا الموضوع ما يرتبط بالإرث إرث هؤلاء هناك إرث لدور النبوة لمقام النبوة وهناك إرث مادي من تلك الخصوصيات التي كانت عند الأنبياء والتي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتصل إلى بقية الله الأعظم أرواح نافدة هذا باختصار يا دكتور أبو يزن ما يرتبط بسؤالك طبعا أعزائي بهذا الجواب نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة إن شاء الله سنلتقيكم في حلقات قادمة وأحب أن أذكر بأننا في طوال أكثر من سنتين الماضيتين كانت حلقاتنا تبث تسجيليا من جنوب لبنان نتيجة عدم تمكن من الأمور الفنية الآن والله الحمد في هذه الحلقة التي لها خصوصية أنها أيضا هي الرقم 444 في اليوم الإرعاء هي الحلقة المباشرة الأولى والتي ندى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نستمر وإياكم حوله وإن شاء الله يتم تهيئة الموضوع الفني بحيث يمكننا في المستقبل استقبال اتصالاتكم المباشرة أعزائي حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نستودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة